موسيقى أهلاً وسهلاً أعزائي المشاهدين حلقة جديدة من برنامج روشتة لازلنا في محاولتنا المستمرة لمطردة فيروس كورونا ومحاولة العبور من هذه الأزمة نحن النهاردة مكملين في إطار التنوير وفي إطار الحرص على صحة المواطنين وفي إطار الإشارة إلى أحدث المستجدات في موضوع فيروس كورونا لأن هذه الأزمة إن شاء الله تنجلي سريعاً لكن من المتوقع أنها تستمر معنا لمدة عام أو عامين آخرين فإحنا النهاردة بنحاول نلقي الضوء على آخر المستجدات بالنسبة للفيروس كورونا وهل في موجة ربعة ستضرب مصر وكيف سيكون شكل الفيروس في الموجة الربعة التي يعني من المتوقع أن تحدث يعني لقدر الله إحنا مش عايزين موجة ربعة إحنا عايزين الموضوع ينتهي إلى هذا الحد لكن هناك أقويل حول موجة ربعة من فيروس كورونا فإحنا النهاردة بنحاول نلقي الضوء على آخر المستجدات بالنسبة لفيروس كورونا والتلقيح أو اللقاحات وبجدد تاني وتالت وعاشر يعني رجائي منكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والكمامات والمطهرات والتباعد الاجتماعي وأيضا نتجه إلى أخذ اللقاح أنه هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة أنا بيسعدني النهاردة أني أستضيف دكتور استشاري أخصائي حميات وجهاز حضمي الأستاذ الدكتور شريف إبراهيم العجرود أهلا وسهلا بك دكتور أهلا بحضر في احتمال يكون فيه موجة ربعة في مصر والله إذا يعتمد دكتور محمد عوط جدين صرح أنه من المحتمل أن يكون هناك موجة ربعة لفيروس كورونا في مصر هو طبعا محتمل ما فيش حاجة مستبعدة بس إحنا بيعتمد على عوامل أساسية أول حاجة أن دولة في سعيها دايما أنها تلحق تطعم أكبر عدد من الشعب وإحنا قدامنا فرصة النصيف بيقل فيه الحالات بسبب الحر وبيضعف الفيروس وبيقل الانتشار الفيروس فيه فبتقل الحالات زي ما إحنا ملاحظين أن الموجة الثالثة بدأت في الانتهاء فمع التطعيم مع فرصتنا أن نستغل الصيف أن نقترد طعم أكبر عدد إن شاء الله ما يبقاش فيه موجة ربعة مع الانتزام طبعا بالإجراءات الاحترازية زي الكمامات والمطاهرات والتباعد الاجتماعي من الحياة دي كلها تمام يعني إن شاء الله أنا تمنى أنه ما يكونش هناك موجة ربعة لفيروس كورونا لكن طيب فخلينا نتكلم في الواقع الآن آخر يعني مستجداد فيروس كورونا على الأرض وحضرتك بما أنك يعني أستاذ في الحميات والجهاز الهضمي فهناك العديد من الحالات التي يعني ترها مصابة فيروس كورونا أعراض جديدة تماما يعني اختلفت الأعراض عن بداية الفيروس يعني لما كان السنة اللي فاتت الهجمة الشارسة الفيروس كورونا أول ما بدأت وكنا نرى حالات من يعني الإغماءات وضيق التنفس والاختناقات في الشوارع بالتأكيد هذه الأعراض قد خفت الآن طبعا أو اختلفت في الموجة الأولانية كان الأعراض اللي بتيجي شديدة جدا كمية الحالات كبيرة وكان الفيروس سرق الانتشار مع شدة الحالات فكان طبعا في عندنا معظم الحالات بتخش رعاية مركزة وكان عندنا أزمة فعلية بس الحمد لله مع الموجة الثانية والثالثة قلت الحالات الشديدة بقت نسبتها بسيطة بالنسبة للحالات البسيطة اللي بتعدي كدور برد أو سخنية بسيطة وبياخد عزل منزلي وبيخف طبعا فقلت جامد ومعنى الحمد لله نقول إن الدنيا قلت جامد ودلوقتي موضوع الموجة الثالثة بدأت تقل والحالات الحمد لله بعد إما كانت معديها لألف وشوية بدأت نزلت لتمنمية وفي سبيلها لنتقل أكتر من كده إن شاء الله ده النديجة إيه يا فضل؟ واحدتين إن الإجراءات الاحترازية مع التطايمات مع ضعف الفيروس في الجو الحر إحنا لاحظنا من الموبة الأممانية هل فعلا تأكد إنه الفيروس بيضعف في الجو الحر لإنه يعني يصارت قويل كثيرة إنه لا علاقة بالحر بتقليل الفيروس يعني السنة اللي فاتت في الصيف المسألة ما خفتش ولا حاجة استمر موضوع كورونا ومستمر الصيف اللي فات والصيف ده أهوات يعني هناك بعض البلدان الحرة في أفريقيا وفيها إصابات بفيروس كورونا هل سبت فعلا أن الحرارة لها علاقة ارتفاع درجة الحرارة لها علاقة بانتشار أو عدم انتشار الفيروس؟ طبعا طبعا ما نلاحظ خاصة في مصر هنا إن مع الحر بيتقل الحالات وبيقل فعلا انتشار الفعلي للفيروس بالنسبة للسلالات معينة إحنا عندنا في مصر سلالات محددة هي دي اللي بتضعف لما حصل الموجة الثالثة كان ممكن يكون نجح ما السلالات الموجودة في مصر دكتور؟ السلالات بتختلف من دولة تانية إحنا حسب تصريح لوزير الصحة اللي بتشار الصحة دكتور عود تاج الدين قال إن عندنا حوالي ثلاثة أو أربع سلالات في مصر بس أنواعها دي طبعا دي بتختلف حسب التركيب الجيني بتاع الفيروس والحاجات دي كلها يعني ثلاثة أو أربع سلالات موجودين في مصر بالضبط ليهم علاقة بالمتحور الهندي ليهم علاقة؟ لا المتحور الهندي الحمد لله لسه ما وصلش ومصر وتسعى جيدا إن تعمل حماية كافية لما يخشش البلد يعني طيب ادينا فكرة والسادة المشاهدين آخر ما وصلت إليه مصر من إجراءات لمجابة فيروس كورونا إحنا شايفين طبعا اللي بيحصل للموضوع التطعيمات دي أهم حاجة وأنا بنتشجع الناس كلها أنه لازم تطعم لأن إحنا التطعيم ده هو أساسا اللي حيقل النسبة أنا هتنشوف دول مجاورة زي إسرائيل زي أمريكا زي إنجلترا إنجلترا طعمت منوزها الشعب إسرائيل جاي طعمت الشعب وكله خلاص ما فيه نسبة الحالات قلت جدا جدا فإحنا قدامنا تجربة حية لغاية دلوقتي إن مصر التطبقة إن إن شاء الله لو نجحنا نطعم على قل 50% من الشعب يبقى كده إحنا خلاص بنقلل الفيروس وبنقضى عليه في البلد إن شاء الله ما يبقاش فيه موضوع يعني موضوع التلقيح ده حضرتك أخذتني موضوع اللقاح والتلقيح وكثير من الأقويل حول التلقيح والأعراضة التي تظهر بعد التلقيح وصرت إشعاعات كثيرة إنه آه بعد الجرعة الأولى ممكن يحدث تجلطات وممكن يحدث صفائح دموية تتجمع ويحدث نديجة وفاة أو شيء من هذا القبيل ثم يعني عدينا الناس أخذت الجرعة الأولى بأمان وما حصلش حاجة تماما فرجعت الناس تتكلم تقول ده الجرعة التانية بعد ما بياخدوا الجرعة التانية بيحصل هبوط مفاجئ في عدلة القلب والناس بتحدث نتيجتها وفاة وبعدين بعض أقويل أخرى تقولك لا 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 ده مش على طول ده بعد مثلا ست شهور أو سنة بتبدأ تحدث وفاة مفاجئة نتيجة أخذ هذا اللقاح ما مدى صحة هذه القبيلة برضو عشان السادة المشاهدين أنا كل حلقة يعني دائما أنصح السادة المشاهدين ما بملش من هذا الكلام في الموضوع في هذا الكلام في هذا الموضوع أنه أذكر السادة المشاهدين بالكمامة وبالمطهرات والتباعد وأنصحهم دائما أنه هم يسجلوا في موقع وزارة الصحة عشان يتلقوا اللقاح فأنا عايز أحط المشاهد الكريم معنا يعني نقول له حقائق علمية حول موضوع اللقاح سواء أخذ الصيني أخذ الإنجليزي أخذ الأمريكي أخذ أي نوع من اللقاحات التي أقرتها وزارة الصحة الجمهورية مصر العربية يعني مدى صحة الأقاويل دي وارتباطها باللقاحات بالنسبة طبعا للقاحات الموجودة في مصر فإحنا عندنا أنواع الصيني السينوفاك أو السينوفارم عندنا الأسترازينيكا الإنجليزي عندنا السبوتنك الروسي فالأقاويل كانت طالع على الأسترازينيكا الإنجليزي إن بيحصل تكلوتات من التطايم ده طبعا يعني فيه شيء من الصحة بس نسبة حسب آخر تصريح ما يجيش أربعة في المليون يعني كل مليون حالة أربع حالات دي أعراض جانبية طفيفة جدا ما تقليش هي لأن أي دواء لأعراض جانبية أعلى من كده بكتير بتبقى بنحسبها أعراض شائعة اللي هي واحد في المية أو واحد في الألف أو بالنسبة لطبع لكن أربعة في المليون دي نسبة بسيطة جدا طبعا فما تقليش وما تخوفش الناس هو ده ما يمنعش التطايم وبعدين إحنا الوزارة طلعت شروط محددة إن الناس دي ما تطعامش اللي كان عنده مشاكل في القلب اللي عنده تاريخ الجلطات سابقة أو الحاجات دي إنه ياخدت لقاح السيني وأعتبر أمين نسبيا ما فيهوش أي مشاكل ولا عراض شديدة يعني لا صح على هذا الكلام لا طبعا أما عضلة الأرب ده كان طلع على بعد الجرعة التانية بيقولك بعد الجرعة التانية أنا بيحصل لإم وفاة بعد 24 ساعة أو 48 ساعة أو بعد 6 شهور أو سنة لا لا إحنا مكمل ناش سنة يعني لو ما حصل لكش ده هيحصل لك أنت فهم فالتخيل بقى مدى الرابع أنا فعلا يعني ناس كتير أكلمتني في هذا الموضوع وسألوني هل عندي معلومة فطبعا يعني أنا ما عنديش المعلومة الطبية المؤكدة حول هذا الموضوع لكن حسب معلومات المتواضعة يعني ما ظنش أن يحدث هذا الأمر يعني ما فيش الكلام ده لا الحمد لله لغاية دلوقتي ما فيش حجم الإشعاعات احنا مشكلتنا عندنا في البلد موضوع الإشعاعات الناس بتخاف من حاجة بتعمل عليها إشعاعات جامدة وهلليلة جامدة وتبعد فلازم نرعي الدقة في الموضوع ده وناخده من مصادر موثوقة يعني هلك بتأكد أنه ما فيش أي أساس لهذه لو كان حصل حالة أو لحالتين بيبقى لهم ظروفهم مختلفة سواء هو مريض أساسا قلب أو مريض مشاكل معينة وده اللي وزارة رأيتها في حكاية التطعيم من شروطه أنه يكونش عنده مشاكل في القلب أو الجلطات سابقة وده بيتحول أن ياخد التطعيم الصيني ومفيش أي مشاكل فيه لكن لم تحدث حالات وفاية ولم تحدث حالات من هذا الشيء لا لغاية دلوقتي في مصر ما فيش أي حاجة مفيش طيب يعني النهاردة لما بنتكلم عن فيروس كورونا وكل الحديث يعني منصب بكل العالم فوكست على فيروس كورونا تمام الشيء تعدت وخلصت محدش تكلم عن الإنفلوانزا يعني ما هل فيروس الإنفلوانزا اختفى مع ظهور فيروس كورونا ما عادش فيه إنفلوانزا سؤال جميل هو فعلا هو مختفاش بس إحنا عندنا يعني حاجة معروفة في علم الأمراض إن الأمراض الواوية بالذات ده ليه معامل الانتشار يعني معامل الانتشار كورونا أعلى من معامل الانتشار إنفلوانزا فلما نيجي نقول إن الإجراءات اللي اتخذت للكورونا سواء تباعد أو لبس كمامات أو مطهرات ومشيات دي مع مرض سريع الانتشار حتأثر بالتأكيد أكتر مع مرض انتشار أقال فبسبب الإجراءات دي غالبا ودي النظريات المحطوطة لغاية دلوقتي من مركز الأمراض الأمريكي إن الموضوع ده غالبا بسبب الإجراءات اللي اتخذت لمكافحة كورونا أثرت أكتر على الانفلوانزا في حالات تسجلت بس بسيطة جدا بعد ما كان بيموت بيها حوالي 22 ألف حالة في السنة 22 ألف حالة 22 ألف حالة طبعا السنة الفاتت 2020 سجل حوالي 600 بس حالة 600 حالة من 22 ألف حالة ده معنى كده إن الإجراءات الاحترازية دي لو اتبعناها فأنت بتقلل فرص إصابتك أصلا بالانفلوانزا اللي ممكن تكون برضو مدخل إن أنت تصاب بعد كده بفيروس كورونا ده مش بس الانفلوانزا ده كل أمراض الجهاز التنفسي سواء بارد انفلوانزا كورونا كل الحاجات اللي بتتنقل عن طريق التنفس والجهاز التنفسي أنت بتعمل لها أوتوماتيك عزلة ومكافحة عن طريق الإجراءات اللي بتاخذ بكورونا لهو نخص الإيديا أستاذ المطهيرات أحط الكمامة التباعد بلاش القبلات والأحضان في المنسبات والحاجات دي كل ده بيساعدك أن أنت لا تصاب أو لا تنتقل إليك العدوى بفيروس الإنفلوانزا وبالتالي اللي هو لو موجود الأخطر اللي هو فيروس كورونا ما يجيش ناحيتك فاحنا طبعا بنعظم قيمة الإجراءات الاحترازية حضرتك بتأكد هذا الأمر يعني طبعا دي مفروض الإجراءات دي تبقى طبيعة حياة بعد كده أنا ملاحظ يعني فيه تراخي شوية ما هي المشكلة؟ آه يعني فيه تراخي شوية كانت الأول فيه همة كده كل الناس يعني خايفة وحطة كمامات ومتحرات ويعملين يغسلوا في إيديهم وكده يعني فكانت المسألة مسألة بالنسبة لهم هلعية شوية يعني كان فيه شوية خوف شديد لكن مع استمرار الفيروس لفترة طويلة يعني لسنتين وهو داخلين في سنتين أو سنة وشوية بدأت تحس بإيه بالناس بدأت تقول إيه دا احنا ممتناش أو محصلناش حاجة من سنة ونصف فخلاص يعني مش يجرى أن احنا منعتنا قوية فكده الفيروس مش هيقرب مننا فمفيش دعا للإجراءات الاحترازية بالزبط فهو الناس بدأت تتعود يعني أي حاجة جديدة في الأول الناس بتخاف منها مجرد ما بيبدأ يتعود عليها بيبدأ الإهمال بقى يحصل في الإجراءات بتاعته نفس اللي حصل مع فيروس كون الناس خلاص عدت سنة سنة ونص بدأوا خلاص يتجالوا الإجراءات دي مع التطعيم إن شاء الله الموضوع ده كله الناس هتستريع في موضوع بس مع إن المفروض الناس لتطعمت برضو ما تهملش الإجراءات الصحية الجرعة الأولى مش كفاية لا مش كفاية ولا التانية حتى مهما كان يعني التطعيم بيوصل لتسعين في المية الإنجليزي أو الروسي الصيني ما بين تمينين وتسعين في المية بس لا يمنع إن النسبة البسيطة دي إن ممكن يحصل إن يصاب برضو يعني بس الإصابة بالمرض مش هتبقى جديدة زي لو ما كانش التعاد يعني لو حد أخذ التطعيم للجرعة هنا يعني احتمالية تعرضه للإصابة لا تتعدى العشرة في المية العشرين في المية بالزبط طيب إمتى نقدر نقول أن هذا اللقاح اللي أنا أخدته الجرعتين اللي أنا أخدتهم كافين لإن أنا لا أصاب وصلت المرحلة 100% 100% مناع بس لأ مفيش تطعيم بيدي مناع في 100% مفيش مفيش تمانين تسعين في المية خاصة إن إحنا لسه في التجارب بتاع التطعيمات الكورونا لسه برضو ما وصلناش للنتائج النهائية بتاعتها التطعيمات قبل كده كانت بتاخد 7 سنين أو أكتر إن نقول خلاص ده التطعيم بيجيب نسبة كذا أو التطعيم ده بيأثر على مدى كذا لا الكورونا لسه إحنا طبعا وجاب نتائج حلو لغاية دلوقتي كتير بس برضو ما نجبناش النتائج النهائية بتاعته لغاية دلوقتي لكن مفيش تطعيم بيدي 100% لعوامل كتير منها إنه ممكن يكون فترة إن اللي جيه الطعم ده في فترة حضانة المرض إنه أخذ المرض فعلا قبل ما يروح الطعم وفي فترة حضانة فيلاقي نفسه إنه بعد التطعيم جاله الأعراض فيقول لك التطعيم ما عملتش حاجة وأنا أصيبت بكورونا ودي من العوامل فعلا أو يكون حصل إهمال بسيط ولا حاجة في التخزين اللعقار نفسه اللقاح نفسه التطعيم نفسه بيقلل فعاليته طبعا بس ده إحنا طبعا بنأكد على الإجراءات دي في درجة تبريد المناسبة وما يطلعش إلا قبل التطعيم على طول دي كلها بالمفروض بتطبق 100% والتطعيم يا دكتور يعني بيبقى يعني أنا بقادر أقول إن أنا محمي من كورونا تماما بعد فترة أدي إيه من أخذ الجراتين يعني بعد ما يأخذ الجراتين بعد فترة أدي إيه بيبدأ اللقاح ده الفكسين ده يشتغل يصل إلى ذروة تفاعله مع الجسم وتقوية المناع بعد فترة أدي إيه المفروض بيبدأ يعني يدي مناعه بعد أسبوعين زيه زي المرض إنه فترة حضانة المرض بتأخذ أسبوعين بس إنه يدي مناعه كاملة يعني طبعا الجرعة الأولين بتدي نسبة مناعه عشان كده بنيدي نسبة الجرعة الثانية عشان تدي مناعه أكتر لكن المناعه تدي بعد كده الجرعة الثانية تدي 90% بعد فترة أدي إيه دكتور حوالي أسبوعين أو شهر حوالي أسبوعين أسبوعين أو شهر بتعتمد على مناعه الشخص أو شهر طيب تمام يعني السبيل الوحيد للخلاص من هذه الأزمة هو اللقاح طب نقول إيه للناس اللي هي خايفة من مسألة اللقاح دي نقول له لا ما تقلقش وما تخافش أنت ما فيش دوة ملوش أعراض جانبية لكن إحنا قدامنا الموضوع التطعيم نفسه بأعراض الجانبية قليلة جدا لغاية دلوقتي مؤامن ما فيهوش أي مشاكل والناس كلها لازم تتوجه للتطعيم يعني إن أنا أكافحة المرض وأخذ التطعيم لو جالي بعض الأعراض جانبية سواء السخنية أو تكسير في الجسم أو الحاجات دي ده أعراض بسيطة من قبل أن أنا لقدر الله أن يجي لي دور كورونا جديد واتحجس في الرعاية ويجي لي التلايفات في الرئة وصعوبة في التنفس وحاجات دي كلها طبعا ده لا يقارن بأعراض الجانبية بتاعة التطعيم اللي هي يعني أنت بتعتبرها حاجات خفيفة جدا سخونة بسيطة تكسير في الجسم حاجات سهلة خالص أسهل طبعا مش كل الناس جالها لأعراض دي يعني حوالي نسبة 50% بس من اللقاح بتاع الساعة لقاح السيني ما بيديش الأعراض دي خالص لا بيعملش الأعراض دي خالص طيب إحنا طبعا يعني مسألة الإصابة بكورونا مرتبطة بالمناعة تمام إحنا تحت الهوى حضرتك قلتلي معلومة أنا استغربتها جدا اللي هو أصحاب المناعة القوية وأصحاب المناعة الضعيفة يعني كيف تكون هذه المناعة أحيانا يعني خصوصا أنا بأسألك السؤال ده عشان إيه بقى إنه في ناس هجمت هجمة شرسة على الصيدليات عشان تشتري يعني مقويات المناعة سواء كانت حقا لتقوية المناعة أو أقراص لتقوية المناعة اعتقادا منهم إن أنا كل ما قوي المناعة بتاعتي أنا مش هيجيلي فيروس كورونا طيب إنت قلتلي إنه أصحاب المناعة القوية بتظهر عليهم الأعراض أكتر من أصحاب المناعة الضعيفة بالزوم فأنا يعني استغربت الأمر ويريت نوضح هذا الأمر للأسادة المشاهدين ونقول لهم طبعا كده رشدة بما أن البرنامج بتاعنا اسمه رشدة نقول لهم رشدة يقو بيها المناعة بشكل طبيعي تمام موضوع المناعة ده إحنا عندنا اللي بيعتمد المرض على حاجتين أساسيين الفيرول لود أو كمية الفيروس اللي دخلها للإنسان ومنعة الإنسان طيب إحنا عندنا لو الفيروس كميته قليلة ودخلت مع مناعة كويسة الجسم بيقضي عليها على طول ما يحصلش مشاكل ويعدد دور خفيف سواء شوية بارد شوية تعرض ده الكمية قليلة ومنعتك كويسة طيب لو جالي كمية كبيرة ومنعتك كويسة والمنعتك كويسة قوي الجسم مثلا بيفرس حاجة اسمه وصائط المناعة أو الوسائط الالتهاب زي الانفلاماتر ميديوتور زي الانترليوكين سيكس والحاجة دي معلش طبعا والمصطلحات الإنجليزية احنا بنحاول بقدر امكان مخلاب العربي الوسائط دي وفيه عندنا كذا طريقة للمناعة ليه كذا سكة أن يجابه بها الفيروس ويقوموا بها إن انا أخذ الفيروس أول ما بيجي أدمر الخالية اللي فيها الفيروس فالجسم لما منعتك كويسة أو ما عرفش يخلص على الفيروس بياخد سكة تانية إن انا أفرز وصائط المناعة دي وصائط المناعة دي لما بيزيد لدرجة جامدة هي اللي بتعمل السخونية والتكسير والتلاويفات اللي بتحصل في الرئة طبعا فدي مشكلة ما ده مفهوم عندنا كلنا كلنا مواتقيلين أنا مناعتي قوية فأنا مش هيجي لكورونا الفيروس مش هيقدر علي فأنا حتى لو جات لكورونا أنا هعد منه لكن ما كناش نعرف إنه كل ما كانت المناعة أقوى كل ما ممكن الجسم لما يفرز بقى مجابهات مش هي كده اسمها مجابهات مجابهات الفيروس الكورونا يعني الأجهزة الدفاعية بتاعت الجسم اللي هي جهاز المناعة بيعمل أجهزة مناعية كده حاجات دفاعية عن الجسم الحاجات الدفاعية دي هي اللي بتعمل الأعراض بالزبط هي المشكلة ده إنه الجسم لو ملحظش يخلص على الفيروس في فترة محددة ويطول مع الموضوع بياخد سكة تانية إنه ياخد سكة الانترليوكين سيكس ده إنه يزود كمية الانفلاماتروميتيدرس اللي بتفرز في الدم عشان تجابه الفيروس وتقفه إن أنا أعلي حرارة الجسم إن أنا أدمر الخلايا الخلايا تدمير الخلايا ده بيفرز موات كيموائية تانية بتعمل الأعراض دي بيعمل تلعيفات في الرئة بيعمل صعوبة التنفس كل دي تأثير المناعة وليس الفيروس الفيروس بيخش يدمر خلاياه خلاص سواء خلايا الجهاز التنفسي أو المجرى الهوائي فإحنا لكن اللي بيعمل المشاكل دي كلها هو جهاز المناعة إننا نفرز المواد الكيموائية دي اللي بتحرب الفيروس هي دي اللي بتعمل السخنية والتكسير والتهبات والأعراضي فما اللي مناعته ضعيفة يعني ده اللي مناعته قوية طب اللي مناعته ضعيفة اللي مناعته ضعيفة لو الفيروس بسيط ممكن يعدي ما يتلاحظش عالي مش فهمها دي يا دكتور يعني مش قادرة فهمها المناعة زي يعني مناعة ضعيفة هو مناعة إنسان ضعيفة وجاله كورونا يعدي إزاي لاحظوا بعض الحالات مثلا زي الإيدز اللي عنده نقص المناعة المكتسبة إنما طبعا لإن عدد خلايا T-cells الموجودة قليلة وبرضو بيترتب عليها إن خلايا B-cells اللي هي دي الخلايا المناعية اللي عنديني في الجسم إنها اللي بتحارب الفيروس إن لما بتقل ما بيفرزش كميات المواد الكيموائية اللي بتعمل الأعراض دي فتقل الأعراض دي عنده لكن لو الفيروس كتير طبعا بيعمل الأعراضي ويعمل المشاكل ده يعني لو دخل بكمية وليلة أنا مقولش إن المناعة اللي هتموت الإنسان أكتر بس الحاجات دي لو ما تلاحقيتش نحن عايزين نفضلك بس نوضح هذه النقطة لإن أنا سمعت الكلام ده يعني كحدة إنه المناعة بتاعتك كلما كانت قوية كلما كانت الأعراض أشد بالضبط هل أنا فهمتك كده صح؟ ده في مجابهة الكمية الشديدة من الفيروس اللي داخل المقاومة للمناعة آه لو الفيروس شديد ومقاومة للمناعة بيضطر المناعة قوية بتاعتنا إنه تفرز الحاجات المواد الكيموائية دي معظم حالات الرعاية اللي موجودة في الرعاية بسبب إنه عندها الإنترلوكين سيكس عالي في الجسم بقى أنا هنكمل محاطثك هذه النقطة لكن عندي اتصال تليفوني أستاذ راجب من المنوفية عليكم السلام ورحمة الله تفضل هل تخفض عدوى بعد المريض الامتلونة ما يتوفر بالمغسل أو بلدفل هو مغسل هو مغسل يغسل هل تجوبي العدوى لو تمحت بقية هل تجوبي العدوى بعد المريض المتوفرونة ما يتوفر ما يعتمد هل هو طيب الدكتورة أرد عليك أبسيس رجب شكرا جزيلا دلوقتي هل هو يعني هو بيشتغل بيغسل شغلانته رجب أنه هو بيغسل الموتى فحد عنده كورونا توفى فهو طبعا قام بعملية التغسيل هل في عدوى بالنسباله يعني يحصل له وقد ننتقله الإصابة بالكورونا تمام بعد وفاة الراجل يعني الراجل ده تغفى خلاص يعني فهو متوفى بكورونا فهو قام بعملية تغسيله فهو بيسأل هل ممكن يكون يتعادى أحاول لحظك فإحنا عندنا حاجتين إما مريض بيموت وهو لسه في الفترة النشطة بتاع المرض ده طبعا إفرازات اللي بتخرج من الجهاز التنفسي أو الكلام ده ممكن يعديه لكن لو هو خف من كورونا ومات بالتوابع الكورونا زي مثلا فشل في الكيلة فشل في عضلة القلب أو التنفس بعد ما حصله انتهاء للمرض ده خلاص ما هواش مواضي لأنه مات بالأعراض الجنبية بعد الكورونا لكن لو مات في الفترة طبعا هيبقى مواضي هيبقى مواضي فأنت بننصح الأستاذ رجب أنه هو ياخد حرصه لازم طبعا لازم ياخد الإجراءات الاحترازية بتاعته تماما قبل أن يقوم بهذا العمل طيب إحنا كنا بنتكلم في مسألة المناعة كنا بنتكلم في مسألة المناعة القوية لو دخلت كمية كبيرة من الفيروسات أو فيروس كورونا لجسم الإنسان أو الجهاز التنفسي بتاعه وهو عنده منع قوية فبتظهر أعراض شديدة الإنسان اللي هو منعته ضعيفة حتى لو دخلت كمية كبيرة أيضا من هذا الفيروس اللي الجسم منعته ضعيفة هتحصل له نفس الأعراض تماما لو دخلت كمية كبيرة كبيرة لكن لو دخلت كمية قليلة ممكن ما تحصلوش هذه الأعراض بتعتمد أكتر على كمية الفيروس اللي دخلت جسم طيب المناعة يعني هي بقت حديث العالم في الأوانة الأخيرة مسألة المناعة دي وكثير من النصائح والفتاوى والرشدات الطبية كيف نقوي جهاز المناعة عن طريق الأدوية والأطعمة والموسيقى والقراءة والرياضة عالي كثيرة جدا طيب جهاز المناعة بما أنه هو خط الدفاع الأول عن جسد الإنسان إحنا إزاي ننمي هذا الجهاز ونقويه بشكل بسيط وبشكل طبيعي جدا زي ما كان زمان أباءنا وأجدادنا كان عندهم المناعة قوية لذلك كان حد فيهم لما بيتعب بياخد يعني إسبرينة أو حاجة فيخف يشرب كباية شاي وبتاعه إسبرينة خف ده لأن كان فيه مناعة كان الأخل فيه نسبة الفيتامينات والمعادن اللي هي بتقوي جهاز المناعة لكن إحنا دلوقتي الأمر اختلف عايزين نرجع ننصح أهلينا إزاي نقوم مناعتنا عن طريق ممارسة حياتنا اليومية العادية اللي إحنا بممارسة عادي بدون أن نلجأ إلى الأدوية وغيره تمام إحنا طبعا عندنا مشكلتين في العصر الحديث مشكلة التكنولوجيا وده قدت إلى أن الأفراد قاعدين قلة الحركة الطبعية سواء بقى بيستخدموا عربيات بيستخدموا مكاتب كتير ما عادش زي زمان كان الناس كلها بتمشي بتتحرك اللي شغال في الأرض اللي شغال في حتة بيمشي لها ما كانش وسائل المصلات فكان الناس منعيتها كويس ما كانش التلوث ما كانش الأغذية المصنعة إحنا عندنا حاجات كتير اللي قدت لضعف المناعة من أهمها الأغذية المصنعة والمواد المحفوظة دي اللي فيها اللي مسببة لضعف المناعة التلوث سواء التلوث اللي في الجوة أو في المية أو في الأكل عدم الحركة الأكل الغير صحي سواء بقى خضروات فكهة اللي تشرب المية والحاجات دي كلها فطبعا الحاجات البسيطة أبسط ترشيتة إن أنا أبعد عن الأغذية المصنعة أبعد عن السكريات والأملاح الكتير أغذية المصنعة يعني إياه دكتور البورجر واللانشون والسوسيز والحاجات دي كلها دي أغذية مصنعة أو الأغذية المعلبة لأن كل الحاجات دي تحتوي على كميات كبيرة من مواد الحافظة مواد الحافظة دي مش حتى تزيد الوقت بس هي تركم وقته مع الوقت عشر عشرين سنة تأثر على منعة الجسم أكثر فلو الطفل بيأخذها من هو صغير حيجي على سنه كبير هيكون منعته مش زي واحد بيلعب رياضة بيأكل أكل نظيف بيأكل أكل نظيف بيأشرب مية نظيفة طبعا بتفر كتير يعني الحركة نبدأ طيب المصنعة ونأكل إيه بقى؟ نأكل الخضار كل ما خرج من الأرض فهو صحي كل ما ماشي على الأرض ما هواش صحي يعني نبدأ بالفاكهة والخضار دي أكتر حاجة صحية وبتدي فيتامينات كفاية ونسبة بسيطة من اللحوم ما نكترش اللحوم ونبعد عن زي ما قلنا الأغذية المصنحة والسكريات والأملاح الكتير والحركة طبعا وأما حاجة ده الحركة لازم الإنسان يخصص لو نفسه وقت ولو ساعة في اليوم إنه يعمل فيه أي نشاط إن شاء الله يمشي بس مسألة النوم لها علاقة بتقويت المنحة؟ النوم الكفاية طبعا مهم جدا فيه ناس يومها بيبقى مقلوبة دكتور يعني فيه ناس بيبقى يومها مقلوب ومصر مشهورة والمصريين معرفين إنه هم بيحبوا الصهر يعني بيحبوا الصهر دي مشكلة عندنا في مصر طبعا موضوع النوم المقلوب ده يعني إحنا أخدنا التكنولوجيا بانطباها بشكل خاطئ في دول غربية كلها أنا هاخد مداخلة تلفونية ونكمل موضوع النوم والمناعة محمد بن كفر الشيخ أهلا بيك أهلا بسلام يعني بتفضل يا سيد محمد لو سمحت ممكن أسف الدكتور بات السؤال فضل فضل لو سمحت يا دكتور الله أنا والدتي كان يجبت لها داخل التحبار بخفيفة كده بس الحمد لله لا فيه وضع فيه ولا فيه أي أعراض ولا فيه أحد أطال فروحنا كشفنا عند دكتور بلحاية دكتور أبطال يعني فعمل لها ثلاث تحليل تحليل اللي هو CRB وتحليل تحليل اللي هو الثامن مش حاجة فيه بالضبط يعني بس الحمد لله تحليل تحليل اللي هو الثامن بالتحليل والتحليل اللي هو الثامن حاجة دي كلا يعني قال لي نتبه جدا ونتبه لا تذكر ومش عارف عيه وفي الحياة وألاء نجدها ويعني هي ما عندهاش أي أعراض فروحنا أخدناها الدكتور ثاني قال ده إحنا دلوقتي بنتعامل حتى لو بيباد دعادي فأشتباهها فأنا عايز أعرف من حضرتك يعني هي لا تتعاني من صحة ولا في ألم في جرعها ولا في ترجيع ولا في استضاع ولا في أي عاجة وفي الموضوع أن ترى ما بين سبعة وثلاثين لتستة وثلاثين نادرا مرة من بارك الآن دا من الضتين وثلاثين 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 لك المدينة والحمد لله من الحرارة شكرا أستاذ محمد من كفر الشيخ الدكتور هيرد على حضرتك هو بس الآن هي فيها ما عندهاش أي أعراض لكن هي الحاجة الوحيدة اللي عندها اللي هي حرارتها بتوصل لـ 38 وهو إلي فهو يعني خد رأي دكتور خوفهم والدكتور التاني قال له احنا بنعمل كل الحالات على أنها اشتباه في كورونا في حين أن هي ما عندهاش أعراض خالص مفيش غير الاتفاع درجة الحرارة ومجرد ما يعمل لها كمدات فبتزول الحرارة يعني فهو عايز يعرف هل ده هل ده كورونا ولا طبعا هو زي ما الدكتور التاني اللي قال له بالضبط احنا بناخد بالأصعب يعني ناخد بالأحوط اللي هو أن كل الحالات اشتباهها كورونا إلى أن يثبت العكس عشان ما ما هميلش في المعاملة المريض وفي الآخر حالته تتطور فأنا لازم أبدأ بالأول كأنه مرض شديد وأخد بالأعراض العراض اللي عنده الحمد لله بسيطة ومجرد سخنية بسيطة ومجرد ما فيش كحة الحمد لله ما فيش أي حاجة يبقى هنقول إنه اشتباهها شوية برد أو حتى لو كورونا بس جاي بأعراض خفيفة جدا فما يقلاش خالص ياخد الأدوية بتاعته ياخد الأحاجات التي تقوى المناعة زي الفيتامين فيه يأكل أكل صحي يشعب صوائل كتير ويرايح في البيت مع الإجراءات العزل والإجراءات الاحترازية وما يقلاش خالص هيا الموضوع هيا ياخد معي جميل تاعته وهتستريح أرجو إن أنت تطمن يا سيد محمد وتكون سماعة النصائح دكتور طيب نرجع للنوم والمناعة تمام احنا قلنا فيه ناس كتير يوم هو بيبقى مقلوب بيحبوا الصهر نصرين في العادة بيحبوا الصهر يعني طيب ده بيأثر إزاي سلبا على المناعة احنا عندنا هرمونات بتفرز بالنهار وهرمونات بتفرز بالليل خاصة الموضوع ده يفرق أكتر مع الأطفال لأن هرمون النمو هرمون اللي هو بيساعد الطفل عن النمو ويقوم مناعته وكل حاجة بيفرز من بالليل طيب أنا لازم كان دراسات تقول لك دي نام من 6 إلى 8 ساعات بس ده الكبير مش صغير طبعا الدراسات الثانية يقول لأ ما يقلش عن 8 ساعات هو بطوصة النمو الطبيعي حوالي 8 ساعات في اليوم لازم أخدهم وأنام زي على الفطرة إن أنا مع غروب الشمس مع يعني بصلي العيشة بخلص الوراية دول برا كلهم بيكون الأطفال في سريرهم الساعة 9 ممنوع ليتأخر لساعة 10 برا سريرهم احنا هنا العكس الطفل لصهران بعد ما يخلص ابتحانات فاللاث بيبضل قادل بعد الفجر واحد بالضبط وده لأسف اللي وقعنا هنا إن احنا استغلنا التكنولوجيا بطريقة سيئة سواء تلفزيون سواء نت سواء كميوتر إننا نصهر عليه وقعد أتفرج ومنامش ده مؤثر علينا في كل حاجة سواء في بقى في المناعة في النمو في الدراسة في تحصيله العلمي في صحته بعد كده لما يكبر فلازم طبعا ينام بدري يأكل أكل صحي إن شاء الله منعته تبقى كويسا ينام بدري ما ظنش المسألة سهلة بهذه الطريقة يعني اه بس يريد الناس والسيدات خصوصا يعني يكونوا سمعين إن هم يقدروا يعني يؤثروا في أطفالهم إن هم يحددوا ساعات للنوم للأطفال خصوصا يعني بأدوية أو خلافه فارت يعني السيدات يعني سيدات مصر العظمات يكونوا سمعين وإحنا دلوقتي بنحاول نصلح المجتمع يعني ونصل إلى مجتمع جديد في مصر الجديدة إن احنا يبقى مجتمعنا مجتمع صحي زي كل الدنيا ما ماشي كل حتة في العالم بالليل خلاص ساعة 11-12 كل الناس خلاص خلاصت يومها وبتروح ترتاح وعشان تسحى بدري الصبح الساعة 6 ولا الساعة 7 تبدأ تشتغل يوم جديد وبالليل ده يبقى نوم مش العكس يعني تماما طب دكتور إحنا النهاردة في حديثنا عن الكورونا وحضرتك أستاذ في الحميات والجهاز الهضمي استمعنا بعض الأراء عن ارتباط الأعراض الجديدة لكورونا بالجهاز الهضمي وليس بالجهاز التنفسي تماما هو طبعا ده الشكل الآخر بقى ما وصلت إليه أعراض الكورونا أن هي بتبقى تصيب الجهاز العظمي ماشي الجهاز التنفسي أو أحيانا بيبقوا الاتنين بالضبط بالضبط اللي حصل دلوقتي اللي الموجة جديدة أو مع السلالة جديدة بدأت تخش أعراض جديدة علينا اللي هي مع السخنية إن فيه ميل للقيق أو فيه قيق فعلا مع السخنية مع إسهال دي الأعراض اللي جاي مع اختلافات طبعا من شخص للتاني شدتها والمدة بتاعتها الدقيق إحنا بالنسبة لنا هنا لازم نفرق ما بين الأعراض البسيطة أو العادية للكورونا اللي هي بتصيب الجهاز العظمي وين مسببات النزلات المعوية العادية اللي كنا متعودين عليها سواء بقى النزلات المعوية الفيروسية أو بكترية أو الحاجات دي كلها إحنا اللي يمينها إن الموضوع في الكورونا إن غالبية الحالات اللي تيجي بأعراض جهاز العظمي بيصحبها في الأساس الأعراض الأساسية بتاع الكورونا اللي هي أعراض جهاز التنفسي سواء كحة تكسير في العظم ضيء في التنفس هي دي الأعراض الأساسية ويجي معها بقى ملق مع ألم في البطن مع الإسهال معظم الحالات بيجي لها إسهال يوم ليومين أو ثلاثة بالكتير ما بيطويلش عن كده مع ملق والتهاب في المعدة بسبب الفيروس لكن بعض الحالات طبعا ممكن ما تمشيش بالترية دي النتيجة فقط أعراض جهاز هضم ودي بتبقى طبعا عشان نشخصها لازم نعمل تحليل كفاية إننا نستبعد الأعراض القديمة مسببات النزلات المعوية المعتادة بالضبط تستبعدوها بالضبط فدي بتبقى أصعب شوية من اللي بيجي في الأعراض الطبيعية اللي هي بتاع الجهاز التنفسي مع الجهاز الهضم لكن معظم الحالات الحمد لله بتبقى جاية بسيطة وما فالش أي مشاكل آه يعني معظم الحالات الإصابة بالجهاز الهضمي بتبقى حالات بسيطة يعني لا داعي للهلع منها بالضبط هي الأساس عندي كله واللي بنخاف كله واللي محجوز في الرعايات كلها هو أعراض الجهاز التنفسي أعراض الجهاز التنفسي لكن لو جهاز هضمي بيبتحجسه بيبقاش فيه حاجز للمريضة إلا لو طبعا دخل في مشاكل ومضاعفات إيه أكتر حاجة في الجهاز الهضمي لما بتيجي الأعراض دي في الجهاز الهضمي يعني مدى تأثرها إيه على الجهاز الهضمي غير الإسهال والقيق والميلة الإطنائية كأنها نزلة مع ويه هل فيه أعراض أخرى؟ أعراض أخرى بالنسبة للجهاز الهضمي؟ بالنسبة للجهاز الهضمي هي دي الأعراض الألم الشديد بيختلف دي ترواح من واحدة تاني شدته طبعا مع الإسهال طبعا هو ما بيطولش لأنه لو طالعا عن كده هيعمل جفاف لازم ندي بعد كده حاجات لتعالج الجفاف لكن الحمد لله معظم الحالات ما بيطولش عن يومين ثلاثة طيب دكتور هكمل مع حضرتك معي تصال تليفوني آخر مروة من المنوفية السيدة مروة سامينك أو السيدة مروة تفضلي شكرا عليكم عليكم السلام بعد إذن حاضر يتضرب أنا ابني عنده سبع سنين تمام ابني عنده سبع سنين ياريت نبدأ عن التلفزيون شوية أو السيدة مروة كلمينها بالتلفون وقت التلفزيون خبر شام حاضر حاضر خبر شام سامينك آه فهو دلوقتي بعد ما خدها من قبل المغرب مش حاسس بأي وقع ولا أي حاجة مرضو هي ما قلتش العراض إيه اللي هو عنده أخد برشامة إيه نعم هو ما عندهوش أي عراض بلع برشامة بالغلط طفلة لا برشامة واقع طيب البرشامة دي علاج ليك برشامة دي ايه أصلا علاج دلوقتي شكر علاج اللي هو بتاع المعدة علاج معدة تمام بتاع المعدة نعم للمعدة تمام ماشي سؤالك يا سيدة مروة بس يعني هو في ضرر عليه أخذه دلوقتي أروح مستشفة يعني تعمل تتصرف إزاي عادي طرف يعني تتصرف إزاي وأخذ البرشامة دي وبتاعة المعدة وخدها وعايز تتصرف إزاي طيب شكرا أنا وسيدة مروة الدكتور هجاوب على حضرتك تفضل طبعا لازم الأهالي تحرص من الموضوع ده إن أدويتهم تبقى بعيدة عن متنول الأطفال خاصة عن السن الزغار ده اللي ممكن يلاقي البرشامات بألوان مختلفة فيفتكرها زي بمبوني ياخدها احنا تنزحها تعمل إيه تطلع بيه على مركز السموم هو برشامة واحدة ممكن ما تعملش حاجة معه غالبا يعني ما فيش أي مشاكل معه مش هتقدم لو هي الآن تطلع بس لو لاحظت بالزبط لو الآن لابد لازم تطلع مركز السموم لازم تروح لمركز السموم أرجو أن أنت تكون سمعتين يا أستاذ أمرو طيب إحنا كنا بنتكلم في أعراض الجديدة للجهاز الهضمي الإسهال المستمر والطراب المعوي والألم في المعدة ويتراوح من شخص لآخر دي الأعراض بشكل عامل اللي بتصيب الجهاز الهضمي في حالة الإصابة والكورونا وقالنا إن إحنا بنستبعد المسببات الأخرى لألم المعدة وبالتالي نستنتج ونستخلص إن ده مريض كورونا بس ده مشوار طويل يعني موضوع أنت حضرتك كطبيب بتقدر تحدده بمجرد وبتشوف المريض ولا بيتستزم منك وقت عشان تحدد هذا وماذا تأثير الوقت ده على العلاج أو تأخر حالة المريض بالزبط إزاي؟ إحنا بالنسبة لنا كان موظم الحالات اللي بتيجي بيكون معها تكسير شديد في العضم مع الأعراض الجهاز الهضمي اللي قلنا عليها بيبقى فيه تكسير شديد في العضم ومع السخنية مع أعراض جهاز النفوس فدي خلاص بتبقى معروفة وبينأكدها بالتحليل اللازم بس بيكون بدأ العلاج التقريبي وبينأكدها بالتحليل ويكمل علاجه بعد كده لكن الأعراض التانية اللي هي جاء بجهاز هضمي فقط هي دي ومعهوش أي أعراض تانية تشككنا ده كورونا لازم نعمله التحليل العادية اللي احنا بنعرف أرجى هذه النقطة مرة أخرى بس عندي تصال ترفوني آخر أماد من أسوان سيد أماد أسواريكم عليكم السلام السلام سمحت أكلم الدكتور بس يعني ساعتك أنا دائما بشتك من الإنساك والإسهال مرة يعني عندي إنساك مرة عندي إسهال تمام أه ساعتك بس يعني ساعتك مش مجبط موعيد الأكل مثلا يعني كده مرة أكل مرة في اليوم مرة مرتين مرة ما قلش يعني كده مطلخبطة مع وضع الأكل ممكن يكون ساعتك ده من الأكل يعني وعدم الانتظام وعدم يعني الخضروات والمليينات وكده يعني ولا تمام شكرا سيزامات الدكتور هيرد على حضرتك فضل حضرتك طبعا اللي قال عليه شوية سهال شوية إنساك دي بنتسميها الريتابول بولسندروم اللي هو قولون بنسميه في مصر قولون العصر قولون العصر بالضبط قولون العصر قولون العصر ده ليه أسباب كتير وأسباب مش معروفة بس أهمها طبعا لأنه لازم يثبت ما أكله يأكل أكل نظيف يثبت موعد الحمام عنده ضعيب أنا بأخ حاجات اللي تزودها إيه معاي حاجات أولا الأكلات المقليات كتير الأكلات المحفوظة الشطة المسبكات الحاجات دي كلها فأنا بأخفف في الحاجات دي وأكل أكل مسلوق أكل خضار وأكل فاكهة وأشرب سوائل كتير وأحاول ولو هو مدخن طبعا لازم يبطل تدخين وإنه لو عنده ضغط عصب يسترس معين ولا أي حاجة يحاول يجهد عنه ويشرب المشاريف الحلوة بتاعتنا النعناع والينسون حاجات اللي بتهدي القولون نرجع دكتور بقى للمريض اللي ما عندهش أعراض في الجهاز التنفسي عنده أعراض في الجهاز الهضمي وأنت استبعدت كل المسببات الأخرى وتأكدت إن هذا الموضوع كورونا تمام بياخد وقت دي عشان تتأكد إن ده كورونا لو هو بالتحليل العادية يوم أو يومين بالبسي آر برضو ما ياخدش إلا يومين أو ثلاثة يومين أو ثلاثة معانا مين يا شباب معانا مروة من أسوان مروة السلام عليكم السلام عليكم السلام أنا كنت بسأت أتحدثك عن اللقاحات كورونا هل هي مختلفة من اللقاح الإنجليزي وأنواحها وكده أو هي كل نفس بتعجيل تمام سؤالك هل أنواح اللقاحات آه أنواح اللقاحات أنا عرف بي لقاح كم ولقاح الإنجليزي هل تختلف اللقاحات الفعلية نفسها أو حاجة تمام شكرا نستهزة مرو ما تسأل عن فعلية اللقاحات يعني الصيني ولا الانجليزي يعني ايه الفعلية ماذا فعلية اللقاح ده أو اللقاح ده هلهم الاتنين زي بعض لا هو بيبقى الانجليزي والروسي فعليته أعلى شوية من الصيني بس اختلافات بسيطة لكن الاتنين بيدوا هو بيحاولوا يعلقوا اللقاح ده في اللقاح الصيني فعدوا بيدوا بدل تطعمين عادوا بيدوا تهاته أربع جرع عشان يدي نفس تأثير اللقاحين بتوع الإنجليزي أو الأمريكي تمام يعني مسألة الجهاز الهضمي التحليل دي بتاخد يوم أو اثنين هل ده لا يؤثر يعني تبقى حالة المريض تسمح أنه ينتظر يوم أو اثنين عشان تبدأ تديله البروتوكول بتاع العلاج لا هو كده كده البروتوكول كله يعني ما فيش علاج للفيروس نفسه احنا بنيضي البروتوكول ده للعلاج الأعراض سواء الحاجة الإساءة هياخد حاجة الإساءة الحاجة للترجيع هياخد مضادات الترجيع السخونية هياخد خوفة حرارة فلازم يبدأ البروتوكول ده من بدري لكن لو عنده قدر لأعراض شديدة وتحجس في الرعاية بياخد بقى الحاجات اللي هي مضادة للفيروس نفسه زي الرمد سيفير والحاجات دي كلها هل هنصل في يوم من الآية يا دكتور مثلا أنه حد عنده كورونا يخص المستشفى يروحه مدينه اللقاح بتاع كورونا على طوله يبقى ده العلاج الانستنت اللي هو كعلاج اه كعلاج لا طبعا ما ينفعش كعلاج خصوصا مع أن يعني البيت الأبيض الأمريكي أعلن أنه هيشتري واحد بوينت ثلاثة مليون جرعة من دواء دواء كده تمطلعينه لكورونا اسمه ميرك تقريبا اه فده دواء يعني كابسول أو برشام يعني وطبعا أي دواء لسه إحنا نتائج النهائية بتاعتهم ما وصلتش واحد دلواء الحاجات اللي بتستعمل في مصر جايبة فعالية كويسة جدا ما فيهاش مشاكل لكن إن استخدم التطايم كعلاج ده صعب كده طبعا لأندي أولا عشان أدي مناع بأحتاج أكتر من جرعة وبحتاج حوالي أسبوعين أسبوعين دول هيفهوا ما في العلاج طبعا ما فيهاش تديلو اللقاح وهو ده يبقى العلاج فأنت بتضطر أن أنت يتعامل معه بالبروتوكول الطبي المتعرف عليه الكورتزون إيه دوره في موضوع كورونا دكتور الكورتزون كانوا بيسموه علاج السحر قبل كده في علاج التهابات بس أهم حاجة يستعمل بالطريقة الصحيحة وتحت الشافط لغة كتير حوالين استخدام الكورتزون هو الناس بتحديد منه عامل بوعب أو فماس هنا أن الكورتزون بيموت بيعمل مشاكل طبعا ده مش حقيق ده الحاجات اللي بتستخدم على مدى طويل زي سنتين تلاتة للأمراض المناعية المزمنة ده بيجيب أعراض الجنبية طبعا مش حاولين ما بيجيبش بس هو يعني لو ما استعملش الكورتزون في الأمراض المناعية دي حياته حتتدمر حينتهي ده علاج أساسي في الأمراض المناعية بس أنا سمعت كمان فيه أقويل يعني أنه استخدام الكورتزون بيؤدي إلى اختلال ما في الأجهزة المناعية في جسم الإنسان حاجة على حساب حاجة فده بيخل الإنسان يبقى أكثر عرضة للإصابة بالفطريات تمام ده الكلام ده لو يستخدم بجرعات عالية ومدة طويلة ويكون منعت الإنسان هي بتنجامل بالنسبة للمنعته سليمة فيهوش أي مشاكل إن أنا استخدمه أسبوعين ثلاثة شهر مش مشكلة بس هو بجرعات بيحددها الدكتور طبعا حسب الحالة اللي قدامه لكن هو منعته ضعيفة أساسا سواء اللي قدر له هو بياخد عمل زرع أعضاء عمل عنده مرض معين عنده سكر والسكر ده مش متحكم فيه يعني سكر ملخبط بيقلل منعته مع الكورتزون فترة طويلة ممكن طبعا لو ما منعتهم بتقل جدا إن الفطريات دي وهي عايشة طبيعي إن أنا أرجع لموضوع الفطريات لأنه موضوع برضو حديث الساعة بس أنا عندي اتصال تليفوني آخر أم يوسف من الشرقي فضلي السلام عليكم عليكم السلام بعد ذلك حضرتك يا دكتور عايزة أسأل حضرتك عن الأطفال سن سنة ست سنوات تقريبا أو سبع سنوات هلهم في الوقت ده في عرضة للكورونا يعني خصوصا إن المكان اللي إحنا فيه فيه ناس فيه موضوع كتير يعني أنا وإذا حضرتك تقولي وعايزة أعرف من حضرتك لو فيه أي حاجة تقوي جهاز المناعة بالنسبة للأطفال شكرا جزيلا فضل يا دكتور زي ما قولنا قبل كده هو ما فيش سن مش عرضة للكورونا سواء أطفال أو مش أطفال أطفال طبعا بيبقى منعيتهم أحسن شوية بيعد كدور برد بسيط بس ده لا يمنع أن احنا ناخد الإجراءات طبعا بتاعتنا الاحترازية وما ينزلش الطفل يقعد يلعب في الشارع مع أصحاب كتير محدش عارف من اللي يعيان من اللي مش عيان مشكلة الطفل خطورته إن يبقى حامل المرض وين إله للكبار لأهله سواء والده أو والدته ولو أهله أو والدته من أصحاب الأمراض المزمنة طبعا هيبقى مشكلة بالنسبة له إنه هيبقى المرض جاي جديد عليهم سواء كورونا فهي دي مشكلة الأطفال ده غير إنه هو الطفل نفسه بيمنع ممكن لقدر له ما يبقاش الدور بسيط ويجي له دور شديد وشوفنا بعض الحالات كده من أطفال وصيبت الصبات الشديدة طب هي سألتنا أو سألت حضرتك يعني رشدتها لتقوية مناعة الأطفال طبعا زي ما قولنا من شوية الأكل السليم والنوم بدري مع الإجراءات طبعا الأكل السليم والنوم بدري مع الإجراءات طيب أرجع أما تاني لموضوع الكورتزون والفطريات طبعا والحديث الكبير الآن حول الفطر الأسود والفطر الأصفر والفطر الأبيض وأنهم أصلا موجودين في الجو لكن اختلال جهاز المناع هو اللي بيؤدي لإصابة الإنسان بهذا المرض فاضل الفطريات دي موجودة من زمان بس نحن الناس ما كانت ستسمع عنها وحصل جلب الفطرة الأخيرة اللي عملت الإشعاعات والكلام ده كل الناس بتخاف الحاجة اللي ما بتعرفهاش بيخافوا منها جدا الفطريات ده إحنا الفطريات بتعيس حولينا في الهوى في التراب في الأسطح على جلدنا في الجهاز كل دي متعيشة معنا إمتى الفطر ينشط لما منعيتنا تنزل مش بسيط تنزل بدرجة رهيبة وما يبقىش عندنا مناعة كفاية إنها تصد الفطر ده فطبعا الفطر ينشط لو ما عندناش مناعة فيبدأ يحصل المشاكل بتاعته طبعا الفطر اللي سودة لو اتلاحق في الأول باخد علاج خلاص بيخافه وبيكون كويس علاجه ايه كورتزون؟ لا لا طبعا مضاد الفطريات مضاد الفطريات يا مانوش علاقة بالكورتزون الكورتزون مشكلته إنه لما بيستعمل بفترة طويلة جداً وجرعات عالية بيقلل المناعة عشوان لما تقل المناعة وهو أساساً مناعته ضعيفة سواء بقى من أمراض معينة مزمنة أو بياخد مهبطات المناعة عشان زارع أعضاء زارع كلا زارع كيبت بيبدأ ينشط بالفطريات بسبب الندام مع ده لكن الكورتزون لوحده لا طبعا طيب الفطر الأسود عشان ده برضو حديث الناس يعني بيقولك لو جالك الفطر الأسود ده يعني خلاص هتموت لا هو مجرد ما يتلاحق من بذل إن شاء الله ما فيش مشاكل حتى لما بيضع يتطور بيبقى ليه علاج دوائي مع علاج جراحي علاج دوائي ولا علاج جراحي اللي اتنين اللي اتنين علاج دوائي طيب ما لقيه الفطر الأصفر والفطر الأبيض برضو فطريات موجودة من زمان بس هي احنا عندنا يعني ملايين من أنواع الفطريات عندنا لو كلمنا هم أربع عائلات كبار وكل عائلة تنبرج تحت تحتها كذا أنواع كتير جدا فالفطريات دي ما كانوش يسمع عنها بس هي موجودة من زمان زي اللي بيجي له كانديدة في إيده بيجي له التهابات في الليسة موجودة من زمان بس هي موضوع الكورونا مع الفطر الأصفر هذا عمل احنا معنا مين مروة من القاهرة مروة من القاهرة أستاذة مروة سمعيني كفا فضلي 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 يا أستاذة مروة سمعينيك بص بص يا دكتور أنا خامل في الشهر الراجع وجاي لي أعراض بس مش عارف حد دي كورونا ولا لأ تمام بص يا الأعراض اللي جاي لي وجسمي وجاني شوية لكن مفيش إسهان عندي برد بتاع خمسة أيام مش عايز روح سخونة سخنت مرة واحدة بس وفيه كده عملت حاجات على بوكيه نطر حاجات كده في الدريحة على بوكيه على بوكيه من بره على حرف الشفاء من بره آه أنا شفيته كده من تحت تمام حبيبات زغيرة مائية كده هي حبوب كده حوالين بعض حوالين بعض ورص حرقاني جامل تمام أنا خدت إبر اللي هي ثلاثة في واحد دي في الصيدلية خدت مين تمام بس أنا خفت الغيز الواصل ما تعبينه لا وطبعا ما ينفعش شكرا أن أستاذة مروح لازم نتوجه للدكتور ويكشف ويشوف الأعراض الموجودة إيه ويعمل التحليل اللازمة عشان نأكد كورونا لأ لك ما نعودش ناخد أدوية ومحنش عارفين دي كورونا ولا مش كورونا دولة خدت الحق نهدينا اللي هم ثلاثة في واحد ده كان معروفة بيدول البرد العادي أي صيدالي عادي بيدي أي أدوية وخلاص بيدي أي بيوصف هو دكتور مش مهم بتروح للدكتور ما يمتعش طبعا الكلام ده لازم تتزبط الموضوع دولة إيه لأستاذة المشاهدين في هذه النقطة الهمة جدا يعني حتة إن أنا أحس بحاجة فأنزل أروح للصيدالي فالصيدالي اللي هو غالبا ما بيبقاش صيدالي يعني ما بيبقاش الواقب في الصيدالية معظم لأوقات ما بيبقاش الصيدالي بيبقى حد غير يعني ملوش في المجال الطبي أصلا نواخد المسألة ممارسة وينزل المريض يقول له الحقني ده عندي كذا كذا أو حسس بكذا كذا فيبدأ الشخص ده يوصف له أدوية ممكن تؤدي به إلى يعني مراحل خطيرة جدا طبعا ده الكلام ده مرفوض جدا خاصة إن يعني هو ما عندهش خبرة في الأمراض والعلاج إلا الحاجات البسيطة يعني ممكن بتختلف واحد يروح لشواد مغص لقدر الله يدينه ده ومغص وهو عنده الزايدة فهو بيداري الأعراض بتاع الزايدة تبدأ الزايدة تزيت معاه ويحصل له مفجار في الزايدة ودي مشاكل طبعا ممكن تؤدي بحياته فإحنا لازم المريض يروح للدكتور ياخد تشخيط صح وياخد علاج صح لكن إنه أخد أي حاجة وممكن أخد ده شوية صداعة ده وللصداعة ده وحاجة لكن طالما الحاجة موجودة ومستمرة عندي ما بتروح في بلازة ما تواجه للطبيبات أرجع أستاذ مروان أنت كنت سمعت الدكتور الشريف وتروحي للدكتور يعني عشان تقطع الشك باليقين في مسألة عندك كورونا أو ما عندكش كورونا طيب إحنا كنا بنتكلم في مسألة الفطريات وظهورها والفطر الأسود وعلاجها وعلقته بالكورتزون والجلبة الكبيرة التي حدثت نتيجة ظهور هذا الفطر في أجداء كثيرة من العالم وحديث برضو دار عنها في مصر عشان نتغلب على هذه الفطريات الإجراءات الاحترازية التي استعمال المطهرات وغسيل الآدي واستعمال المطهرات هل هو كافي للقضاء على هذه الفطريات إن إحنا لو استخدمنا هذه المطهرات يبقى فيه تأثير على الفطر الأسود والفطريات دي زي ما حصلت الكورونا أسرت على الإنفلوانزا وقلت نسبة الإصابة بالإنفلوانزا تمام وطبعا إجراءات الاحترازية بتقلل أمراض كتير سواء بيروسية أو بكترية أو فطريات لكن أنا كده كده عشان أقضي على الفطريات لازم أرفع منعتي أرفع منعتي زي ما قلنا بالأكل السليم والنوم السليم والرياضة والأنواع الأكل أبعد عن الأكل الملوسة أو المضر تمام أنا أخذ اتصال تليفونية آخر الأستاذ عائشة من القيرة ألو أيها ياريت وطي التلفزيون شوية وتكلمي بالتليفون السلام عليكم عليكم السلام ألو أيها سامعينك السلام عليكم عليكم السلام تفضلي تفضلي يا أستاذ أسامعينك السلام مبتر على طول كده يقضي كورونا عادي واطل يعني ياريت نبدأ عن التلفزيون شوية شكرا يا أستاذ عائشة التصال قطع بس أنا ما مسمعتش هي ما كانش واضح آه ما كانش واضح قلنا أنه يعني عشان نتغلب على هذه المشكلة برضو نقوي جهاز المناع بالرياضة التغذية السليمة عدم السهر الابتعاد عن الأغذية المصنعة بالضبط الابتعاد عن هذه الأغذية المصنعة طيب يعني لما نتكلم عن عادات بقالها سنين وسنين عادات غذائية وعادات اجتماعية بقالها سنين وسنين متوارسة في الشعب المصري وإحنا بنعملين نقول عشان نقوي المناع جماعة نبتعد عن الأغذية المصنعة اللي بقت مقموضة يعني بقت موضة مسألة الأغذية المصنعة دي بقت هي بنسبة للأجيال للشباب والبتاع هم دلوقتي بقت المسألة بالنسبة لهم مسألة الخروجة أن هو بيخرج يأخل للحاجات دي فهو خرج كده وهو مش عارف أنه هو بيأذي نفسه طيب عادات اجتماعية متوارسة موجودة بقالها فترات كبيرة في التغذية أو في النشاط بتاعنا اليومي أو الروتين بتاعنا اليومي يعني ننصح الناس إزاي واحدة واحدة نبدأ نغير هذا الأمر لما فيه مصلحتهم لتقوية يعني العودة بقى للحياة الطبيعية اللي احنا مفروض كنا عايشينها يعني بنشوفها في الأفلام وبنشوفها في أبهاتنا وأجدادنا كانوا عايشين هذه الحياة الصحية بزبط احنا بالذات انتشر في العقد الأخير ده موضوع اللحوم المصنعة والأكل برة كان كل واحد يخرج ونأكل برة ونعمل برة طبعا الحاجات دي من العادات السيئة أنا ليه ما عملش أكل في البيت بيبقى أكل صحي نظيف أحط المكاولات اللي أنا عاوزها وعملها احنا كان من فوايد الفترة الأولانية الموجة الأولانية من كورونا لما عادنا كلنا في البيت ان بدأت الأمهات تتعلم من عند نت انها تجيب واجبات ازاي أصنعها في البيت وعملها في البيت دي كانت من الحاجات الجميلة جدا هتستمر أن أنا أعمل الحاجات في البيت أعمل لولادي أخاف على صحيتهم أعمل لنفسي وهوفر فلوس في نفس الوقت تمام فالمفروض واحدة واحدة نبدأ نفهم ونوع سواء الشباب أو الأطفال أو الكبار حتى أن لازم أن أنا ازاي أكل طريقة الأكل عادات الأكل نفسها لازم تضغير تبقى بطريقة صحية طريقة سليمة أنواع الأكل أن أنا ما أكلش حاجات مجرد مليانة دهون وكربوهدريتس عالية تلاقي السمنة بدأت تزيد أمراض القلب والتصلب الشريين تزيد بسبب الأكلات المصنعة والأكلات السريعة اللي منتشر اليومين دول لازم يبقى عندنا تسقيف صحي في الموضوع الأكل ده لازم ننشر الموضوع ده سواء بقى إعلاميا أو دراسيا نحن نتكلم يا دكتور عشان الناس برضو اللي بتفرج علينا سمعيننا وجمهور اللي بيشايفنا دلوقتي تسمعنا وسامح حضرتك عندنا اتصال تليفوني من المينيا غادة من المينيا آآ غادة لسه معنا غادة يا جماعة آآ يا أستاذ غادة تفضلي سؤالك آآ 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 سلام عليكم عليكم السلام آآ 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 يا أستاذ غادة لو سمحتي يعني آآ امشي بعيدة عن التلفزيون ووطيها عشان نسمعك كويس فقدنا الاتصال تاني آآ بجادة بس هم كانوا بيقولين ان هي عندها سؤال عن آآ مسألة الفطر الاسود وإحنا افتكر اتكلمنا عن موضوع الفطر الاسود وقلنا انه هو آآ موجود يعني وقلة المناع عن عدم المناع هي أو قلة المناع عند الإنسان هي اللي بتخلي الإنسان يبقى ورد للإصابة بهذا الفطريات اتباع الإجراءات الاحترازية اللي هي اللي احنا بنبينها نعملها عشان الكورونا دلوقتي ان احنا نغسل ادينا كل شوية آآ نستخدم المطهرات نلبس الكمامة في الأماكن اللي فيها ازدحام آآ ان انا رأي صحتنا تؤدي بيتعالج لازم تدخل الجروعة مع العلاج مع العلاج طب يعني دكتور حضرتك متخصص في يعني اخصائي حميات وجهازها طيب طيب انت اكيد وجهت في الفترة اللي هي الاولى آآ من كورونا وإلى الان وجهت يعني حالات كثيرة آآ يعني آآ عايز اعرف الاجواء دي كانت عاملة ازاي في اول الفيروس وكيف آآ يعني مرت المرحلة الاولى والمرحلة الثانية والموجة الثالثة وحاليا الوضع بقى شكله عامل ازاي وإيه اغرب الحالات اللي جات لحضرتك آآ مصابة بهذا الفيروس آآ وكيفية التعامل معها احنا وصلنا لفين للموضوع دا في الموضوع دا الحمد لله يعني طبعا في الاول كان الموضوع صعب جدا فيروس جديد طالع محدش عارف عنه حاجة بدأت يلموا المعلومات عنه طريق انتشاره طريق غزو الجسم بيأثر فين وبيعمل فين الموضوع دا كان بيفرق في الاول لما بتشتغل وانت مش عارف حاجة مش عارف هو بيعمل ايه بالزبط بكل يوم نكتشف حاجة جديدة نكتشف اعراض جديدة بيأثر على الجهاز التنفسي تاني موجة بيأثر على جهاز الهضم متاة موجة الجهاز العصب او ايا كان بس طبعا حالات بسيطة جدا فالفترة دي طبعا كانت فترة صعبة جدا ومثلات ان الحالات الشديدة كانت نسبتها عالية جدا دلوقت الحمد لله مع الموجة التانية والتالتة بدأت الحالات الشديدة تتقل والحالات البسيطة ممكن احنا كمان ما نشوفها يعني نسبة كبيرة جدا بيعتبروها شوية برد وتروح وتروح خلاص اللي بيحس الخاف عن نفسه اللي بي راح يكشف يبدأ يكشف او الموضوع يطول معه شوية سواء سخنية أو تكسير شديد بيقوم راح يكشف بياخد عزل بسيط في البيت من غير طبعا ما يلجأ للمستشفى يعني مش لازم الا الحالات الشديدة طبعا لازم تتوجه للمستشفى لكن الموضوع الناسبة ده تستسهل الأمر يعني لتبسط الأمر يعني ده ممكن يكون يعني مصدر خطير جدا للعدوى وللانتقال يعني انا شوية برد ده مش عارف ايه فبستسهل الموضوع لنفسي وبالتالي هو بينتقل للآخرين فيصبح مصدر العدوى فاحنا يعني لازم نقول انه لو حسيت بأي حاجة من عراض الكورونا اللي بقت معروفة للناس كلها انت لازم برضو تتوجه الى الطبيب يا ريت ما ناخدش ادوية بمعرفتنا او نسأل صيدري نتوجه الى الطبيب عشان لا نساهم في انتشار هذه العدو هتفضل طبعا المقولة الشهيرة الوقاية خير من خير من العلاج طبعا 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 والدولة والناس حواليها كلها طبعا يا تكتور يعني الوقاية خير من العلاج والاجراءات الاحترازية خير من العلاج طبعا الاجراءات الاحترازية خير من العلاج اللقاح خير من العلاك طبعا اللقاح اللي الناس عمالة تشكك فيه وتقول ده اللقاح بيموت ده اللقاح الصيني مش عارف ايه ده اللقاح ده بيموت ده بيعمل ده بيسوي انا ليه دوني ده وما دونيش دوت ده 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 اكيد بيموت ده ده مش عارف ايه كثير من الكلام حوالي الموضوع اللقاح ده والناس يعني لزالت خايفة يعني فيه ناس فعلا ان انا بقابلها لا 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 انا مش اخد احسن احسن لي بشعك أي فعلا خايف يعني هو فعلا خايف المشكلة أن الوزارة موفرة كل المعلومات اللازمة عن التطعيم على المواقع بتاعتها وعلى السوشيال ميديا والناس ما بتحاولش طائرة ولا تشوف ولا تسأل متخصص هم كله بياخد كلمة تاني والإشعاعات اللي طالعوا بيخاف لازم يتواجه للمكان متخصص وأسأل الأسال اللي أنا عاوزها عشان أتطمن قبل ما أخذ التطعيم ما فيش أي مشكلة انتهى ده تصالات تليفونية كثيرة جدا معانا نوها من القاهرة نوها السلام عليكم دكتور أعيكم السلام فضالي دكتور أنا من 15 يوم خدت التطعيم الصيني ومن المبارح عندي حرارة هل دي بقى نتيجة دور برد ولا نتيجة التطعيم أنا عندي 62 سنة 62 وعندي تكسير في العظم وعرض كورونا خالص يعني أنا حاسة أن أنا زي أكيني عندي كورونا لأني أنا جاتي كورونا في شهر دي سنة تمام فأنا أكيني عندي كورونا بالزبط تمام وهبدان وتعبانة بس أنا بقى بالزبط النهاردة 15 يوم خدت التطعيم الصيني تمام وتعمل التحليل لازمة ويطامن أنه هو في مرض ولا ما فيش ده اللي احنا كلنا لسة بزبط حالا بنتكلم فيه الهواجس من اللقاح ومن التطعيم يعني لما تيجي والسيدة نوها السيدة نوها أيوة نوها من القيرة تقول لك أنا واخد التطعيم بقى ليه 15 يوم وعندي أعارات كورونا ده أنا جاتي كورونا بعد ما أخذت اللقاح بزبط ما هي المشكلة؟ إن كله خايف من الموضوع ده أنا لازم أبقى واخد يعني أنا مبقاش ماشي بدون كلامة ده هو تفسيرها إيه؟ ما هي أتصلت قالت لحضواتك أنا خدت اللقاح من 15 يوم تمام وعندي سخونة وعندي تكسير في العظم أكيني عنده كورونا بالزبط وعندها الجرعة الثانية بعد أسبوع طب إحنا نفصل الموضوع ده إزاي؟ ما هو يعني كده إحنا بنأكد إنه ممكن أنت خدت اللقاح بعدها جاله شوية برد ممكن ما من السبعاتش ما هو ممكن أي حاجة ممكن إنه جاله شوية برد جاله أخد كورونا قبل ما إن شاء له يعني قبل حده هو مريض كورونا هو ما يعرفش وأخد العدوى بعد التطعيم وكانش لسه المناعة تكونت عنده فهو كده بيكون جاله فعلاً المرض قبل ما خلاص التطعيم ما جابش نتيجة معاه لأنه هو أخد عدوى من واحد لعشان كده نازم بالنبي اللي بياخد التطعيم سانية واحد سانية واحد هدك بتقول هي أخدت التطعيم قردي مفروض إنه التطعيم ده بيعمل أجساد أو أجسام مضادة تمام بيكون مناعة وبيبدأ يكون مناعة بعد إزبوين زي ما قلنا مين معنا يا جماعة؟ معنات الصالة الفونية أخر رانا من أسيوت رانا أيوة معاك يا أستاذ معاك الدكتور الفضالي معاك يا دكتور أنا من يوم ما أغطى المقار من كورونا وعرضي كل وجهني خالص يعني حتى يكوني عايزة بس من الأناس وغد التطعيم إمتا؟ من نص مارس من نص مارس وغد التطعيم إمتا يا أستاذ رانا؟ من يومين وغدت من دين نام ومس عايزة نام إننا من الوال خالص وعايزة نام ده تطعيم الأسرة زينكا؟ آه تمام شكرا يا أستاذ رانا يعني كل الاتصالات من السادة المشاهدين ده يرح حولين مسألة اللقاح والأعراض التي تحدث بعد أخذ اللقاح وبعضهم بيكون أخذ اللقاح وعنده فترة حضانة أو الفيروس عنده في فترة الحضانة لسه مظهرتش عليه أعراض فبالتالي بتظهر الأعراض لما بياخد اللقاح أو أخذ التطعيم وقابل حد مريض أو أخذ التطعيم قبل ما التطعيم يكون المناسبة هي فطبعا أنا عشان كده دايما ننبه إن اللي أخذ التطعيم لازم يفضل لابس الكمامة لازم ياخد الإجراءات الاحترازية اللازمة ما استهترش يا أول أنا خط التطعيم وأطلع عابل ده وبوز ده وأعمل ده ما ينفعش طبعا لا ما ينفعش فإحنا لازم ناخد الإجراءات نفضل حتى مستمرين فيها عشان حتى النسبة البسيطة اللي هي التسعين في المئة قلنا عشر في المئة ممكن يصيبه المرض حتى لو بالنسبة بسيطة أو بأعراض خفيفة فلازم نفضل مستمرين على الإجراءات الاحترازية بالنسبة للأستاذة رانا اللي هي أخذ التطعيم التطعيم أصر زنكة حوالي أربعين أو خمسين في المئة من الحالات بيدي أعراض مشابهة للكورونا اللي هي السخنية والتكسير في العرض ده نتيجة أنه بدأ يكون مناعة في الجسم والجسم بيعمل الأعراض اللي هي زي ما قلنا بيكون المناعة بتاعته ضد المرض فإما تقلاشة خالص ده مجرد الأعراض الجانبية للتطعيم إنه هيديك شوية سخنية وشوية تكسير لمدة أدية دكتور يعني ما بين أربع خمسة أيام وبتنتهي اللي بتصب لا فما فيش داية للألاء يعني بتبدأ التكون مناعة بقى خلاص طيب يعني إحنا بنتكلم في مسألة اللقاح برضو لأن مسألة اللقاح دي مهمة جدا الدولة يعني بتتعاقد على 30 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون وبتتعاقد على يعني خمسة مليون مش عارف أسترزينيكا وبنصنع هنبدأ نصنع السينوفاك يعني الدولة بتنفق يعني ببزخ شديد ومخصصة كمية كبيرة جدا أو جزء كبير جدا من ميزانياتها لأن هي تجيب هذه اللقاحات عشان الشعب المصري ياخدها والشعب المصري يتلقى هذه اللقاحات بالمجان تمام يعني ما بيتفعش حاجة فيها لأنه برضو كان من الأسئلة برضو لكتير الناس سألتها لي هو اللقاح ده كام اه لو طبعا اللقاح الدولة الموفرة بالمجاني ودي فرصة طبعا إن احنا ناخد أي اللقاحات دي في الفترة دي نحمي نفسنا ونحمي نفسنا من توابع المرض لازم الشعب يبقى عنده وعي كافي إنه يحمي نفسه ويستفيد للمبادرة اللي عاملها الدولة للتطعيم لازم كله يتوجه للتطعيم عشان في نفس الوقت نقدر نقضي على المرض وانتشاره في مصر بأسرع وقته ممكن لكن الناس ما تلاقش من الأعراض معنات التصالات يا جماعة معنات التصالات يعني التصالات كثيرة زملاء بيقولولي بس طبعا إحنا خلاص يعني وقتنا شارف على الانتهاء فأنا عندي حوالي أربع دقائق عايزين نتكلم بالنسبة للأعراض الجديدة لكورونا وخصوصا على الجهاز العظمي لو تخصص ساعتك يعني نحمي نفسنا إزاي من هذه الأعراض ونحمي نفسنا إزاي من إصابتنا بفيروس كورونا طبعا الإجراءات الاحترازية دي أمر يعني يعني مفروض يعني أنا بتكلم فيه كتير أنا عارف يعني دايما كل برنامج أنا أقعد أذكر النفسي وأذكر السيدة المشاهدين بالكمامات والمطهرات والتباعد وغيره لكن إحنا عايزين نعمل لايف ستايل يعني أسلوب حياة يعني حضرتك دينا أسلوب رشدة أسلوب حياة يخلينا بقدر المستطاع غير معرضين للإصابة بهذا الفيروس إحنا زي ما قلنا قبل كده طبعا لازم زي ما كان زماني يعلمونا في المدارس يخسل يدك قبل الأكل يخسل يدك بعد الأكل هي دي اللايف ستايل بتاعنا لازم نخلاص إحنا الإجرات دي بقت أسلوب حياة عندنا زي ما حضرتك قول إن إحنا لازم يبقى سايف مسافة بيني وبين الجامل لما أبقى بكح يبقى أكح في منديل أعطس في منديل أبقى لابس الكمامة كل الأجرات الحصية أنضف في إيدي على طول أول في أول سواء استعملت إيدي على الأنف أو الكحة أو كم ده لازم أخسل إيدي أو أطهر إيدي لو أنا بره البيت لازم الحاجات دي كلها تبقى عادات للأسف طبعا إحنا عندنا إهمال شوية من الشعب لكن هو اللي أدى للانتشار الموجة التانية والتالتة فإحنا لازم يبقى عندنا وعي كافي أننا أطبق الإجرات الاحترازية دي عشان ما يحصلش إن شاء الله موجة رابعة عندنا إن شاء الله شكرك دكتور شريف إبراهيم العجرودي استشاري الحميات والجهاز الهضمي شكرا جزيلا لحضرتك نورتنا النهاردة وعفتنا ونتمنى أن يكون فيها بين لقاء آخر ويكون هذه الموجة من كورونا قد انكسرت شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك عزائي المشاهدين ده كان كل ما لدينا حاولنا أن نحن نوضح آخر المستجدات بالنسبة لفيروس كورونا وفي آخر الحلقة برضو تاني زي ما الدكتور أكد وأنا بأكد يا جماعة مش معنى أنه الأعراض أو الإعداد بدأت تخف نحن نستهين بالإجراءات الاحترازية مش معناها أن أنا ملبس الكمامة أن يعني ما استخدمش مطهرات أن أنا أخش في الزحمة زي ما كنا بنعمل زمان واللقاءات والتجمعات والحاجات دي كل الكلام ده مفروض أن احنا ناخد بالنا منه كويس قوي حكاية السلامات والقبولات وتبادل الأحضان والهادي الأشياء يعني العالم كله دلوقتي بيسلم بكوعه بيسلم يعني عشان يعني ما فيهاش أي غضا ده شوفنا رؤساء دول بيسلموا كده يعني بالحتة دي كده عشان يعني ملمس إيد رئيس دولة ولكم أن تتخيلوا طبعا كم من الإجراءات اللي بتبقى حواليهم رئيس دولة يعني محاط بكمية طبعا من الأجهزة الطبية وغيره بيساعدوه وبيحافظوا على صحيته ولكن رغم ذلك شوفنا رؤساء الدول وهم بيسلموا كده فده ليه عشان يتفادى أنه هو يصاب بفارس كورونا اللي أنت مش هتعرف أن اللي قدامك ده مصاب أو غير مصاب فلابد أن احنا نخلق لايف ستايل جديد لايف ستايل أو أسلوب حياة يناسب هذه المرحلة من الجائحة جائحة كورونا في النهاية ما تمنى لكم دوام الصحة والعافية تحياتي صفوة العربي أراكم على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر